السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلابنا العزاء نرحب بكم بفيديو جديد وهاكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتكلم عن The shape and position of the lips in phonetics رح نتكلم اليوم بعلم الصوت عن ثلاثة أشياء مهمة جدا وهي أشكال الشفاة أشكال الشفاة باللغة الإنجليزية تكون ثلاثة حالات الحالة الأولى هي rounded واللي هي الحالة الدائرية الشفاة تكون بها دائرية تعريفها أو حالتها شرحها The corners of the lips are brought together like uh الآن هاي هي حالة rounded الآن هاي هي الزوايا اللسان هو شي يقول تقترب من بعضها يعني هاي الزوايا ما لللسان مقتربة من بعضها لبعض لذلك يسمونها rounded لو جينا على الحالة الثانية اللي هي الحالة الاعتيادية الحالة spread اللي هي الحالة المبسطة الحالة المتباعدة The corner of the lips are moved away شون يعني move away مو معناها move التحركة لا هنا معناها متباعدة شوفوا شقد طويل المسافة مسافة بعيدة جدا مسافة بعيدة جدا بينما لو أظرنا على هاي المسافة يعني المسافة تكون قصيرة نوعا ما قصيرة هاي المسافة يعني ذا لحظة هنا سببريد شوفوا شلون صايرة مسافة طويلة جدا اللي هي أن The corner of the lips بعيدة جدا مثل صوت الإي أو أه أه أما الحالة الثالثة وهي الحالة الاعتيادية كما في ناطق صوت الأه أه أه وكأن الشفاه ثابتة بدون تحريك The corner of the lips are stay unmoving يعني ما تتحرك شوف مثل ما هي ثابتة وكأنما اللسان في وضع الشفاه بحالها بوضعها الاعتيادية طبيعية لذلك تسمى الحالة طبيعية نحاول نقرأ هذا النية مع أمثلة يعني ضرورة جدا نقرأهم مع أمثلة كذلك مع الصور ضرورة جدا نعرف الصور هذه حتى نقدر نذكرهم ونعرف أه شلون شكون شكلهم لهنا ننتهي هذا الفيديو أتمنى تشتركون بالقناة وتبلغون جمالاكم ترجمة نانسي قنقر